دعوات لحل ميليشيا الحشد في العراق تعود من جديد البرلمان الأوروبي صدق على مشروع قرار يتلخص في عارة تطبيع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبين الحكومتين في العراق وأربيل مقابل حل ميليشيا الحشد وفق ممثلية حكومة كردستان العراق في الاتحاد الأوروبي مطالبات البرلمان الأوروبي لحكومة العباد بحل ميليشيا الحشد جاءت متناغمة مع قرار الكونغرس الأمريكي مؤخرا بإدراج ميليشيات العصائب والنجباء وحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية بعد تورط هذه الميليشيات بارتكاب جرائم موثقة بدوافع طائفية في كل من العراق وسوريا فالقوى الغربية وعلى رسل الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد تنظر إلى ميليشيا الحشد كقوة قاتلت تنظيم الدولة إلى جانب القوات الحكومية في العراق إذ يؤكد المسؤولون الغربيون وخاصة الأمريكيون أن نزع سلاح الميليشيات في العراق هو ملف بتمطروحا بقوة على طاولة مجلس الشيوخ الأمريكي وتدخل قرارات الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بشأن ميليشيا الحشد ضمن جملة من الضغوط التي يمرسه الغرب على إيران وأتباعها في المنطقة وثم تم يؤكد أن حكومة الإعباد باتت ملزمة بالتعامل مع تلك القرارات استنادا إلى اتفاقية الاستراتيجية بشأن ما يسمى محاربة الإرهاب التي وقعتها حكومة المالك مع واشنطن في العام 2008 قرار حكومة الإعباد في شهر آذار الماضي بدمج ميليشيا الحشد رسميا ضمن القوات الحكومية وهو ما صدق عليه لاحقا البرلمان لم يكن كافيا لطمأنة إيران على مستقبل نفوذها في العراق فمرشد إيران خامنئي حذر الإعباد وحكومته في حزيران الماضي من مغبة إضعاف الميليشيات التي تعتبر صمامة أمان لاستمرار الهيمنة الإيرانية في العراق ترجمة نانسي قنقر